ايه الجمال ده معقولة يا نوسا يا نانوسا واحنا ينفع نعمل فطيرة مشلتتا في البيت بنفسنا واحنا اصلا ما بنعرفش نعمل فطير ايوة يا جماعة جوا كل واحد فينا حاسونا فطاطري كامن كده يلا نخليه نط ويطلع للنور ونعمل احلى فطيرة بصوا بقى نفسي اقول عليها ان هي ايه بلونة حاجة كده روعة انا ايناس عباس اللي لسه ما تابعنيش تابعني على قناة الوصفة وكمان يتابع القناة والبيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف ايناس عباس شايفين الفطيرة بتزغرت في الفورن بالبلد كده زي ما بيقولوا هقطع منها بقى واخد انا مش عايز اكل ولا اي حاجة يا جماعة انا عايز اطمنكم ان الفطيرة مورقة مش عايزة غير شوية عسل وحتة جبنة يا سلام تنفع فطار تنفع غدا تنفع عاشا يلا بينا بسرعة بسرعة نشوف احنا عملنا الحاجة الجميلة دي ازاي بسرعة بسرعة كده انا جبت تلت كبيات من الدقيق انا بجيب الدقيق من عند العطار على طول اللي هو بيبقى دقيق خمس نجوم خدت تلت كبيات يعني بالزبط كأنهم نص كيلو نص كيلو دوت هيعمل الفطيرة الكبيرة اللي انتوا شفتوها هحط عليها كده تلت معالق من السكر ومعلقة صغيرة من الملح ومية عادية خالص من الحنفية هبدأ بقى الاول اقلب الحاجات الجفة مع بعضها هحتاج برضو كده رشة زيت خفيفة علشان وحنا بنعجن نبقى نحط كده وانطر العجينة بشوية زيت بالزيت يعني هنحط تقريبا حوالي تلت معالق زيت يعني لكل كباية تقريبا معلقة من الزيت هقلب بقى المكونات الجفة السكر والملح مع الدقيق وبالمية اللي من الحنفية العادية خالص هعجن كده لحد ما العجينة تبقى بتشبط في الايد اهم حاجة العجينة تبقى طرية وهوحط بقى كده شوية زيت عشان اسلك العجينة بس من ايدي يعني التلت معالق هقسمهم على تلت مرات خلاص كده بقى العجينة بدأت تلم معايا حطيت عليها اخر معلقة زيت وقلبتها كده بقى في الطبق بصوا الطبق بقى نضيف ولا كأننا عجلنا فيه والعجينة بتلمع وجميلة قوي طبعا دي ولا فيها خميرة ولا بيكنج بودر دي بس محتاجة ان هي ترتاح هغطيها كده وهسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة علشان وحنا بنفردها ما تتقطعش مننا على بال بقى الملعة عجينة كده ترتاح هاخد حتة سمنة انا هحتاج الكوباية دي كلها مليانة مادة دهنية فانا خدت حتة السمنة دي كده الاول هسياحها شوية هحطها في المايكروويف او هسياحها على عين البوتاجاز زي ما نحب تبقى الحاجة اللي موجودة عندنا بعد مساحة هكملها كده بشوية من الزيت وهجيب بقى كده الحاجة السحرية الجميلة دي هحط 3 معالق من السكر البودرة دي هتخليها طعمها معسل من جوة ومعلقتين من الدقيق هقلب السكر البودرة ودي ايه مع السمنة ومع الزيت كده زي ما انتوا شايفين هتديني عجينة طرية بالشكل ده هتسهلي فرد الفطيرة كويس جدا جدا وتبقى حلوة العجينة بقت عاملة زي الاستك زي ما انتوا شايفين هقطعها بقى الاربع كور ونمشي كده بالترتيب في الكور اول كورة صغيرة كده اكبر من البضاية بشوية التانية قد البرتقانية البلدي التالتة هنخليها قد البرتقانة مصورة والربعة هنخليها اكبر منهم كلهم مشينا كده يعني ايه بالتدريج زي السلم الموسيقي بالزبط جبت اول واحدة اللي هي الصغيرة لانه كل ما هنفرد هتلاقوا كل فطيرة اكبر من الفطيرة اللي قبلها وعفرتها كده بالدقيق بالراحة احنا كنا ممكن برضو نغرقها بالسمنة بس انا عايزة الفطيرة بتاعتي تكون خفيفة وجميلة قوي وما تكلفنيش بصراحة كتير حطتها بقى كده في الدقيق وفردتها يمين وشمال لحد ما اتفردت كويس قوي انا عايزاها تكون رؤياء خالص مش عايزة برضو احط دقيق كتير انا بس هحط رشة دقيق تعفيرة على قد الفرد بس مش اكتر من كده لحد ما لقيها اتفردت معي وبقت رؤياء وجميلة قوي بمنتهى السهول مش هتغلبني ولا اي حاجة لان ما شاء الله العجينة طرية وعملة زي الاستك خلاص كده ده السمك اللي انا عايزاها مش عايزاها ارق من كده عشان مش عايزاها تبقى رؤياء قوي 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 الفطيرة واحنا بنا كلها هحط بقى عليها من المعجون الجميل اللي احنا عملناه السمنا على الزيت على الدقيق على السكر البودرة وهفرت بقى كده شوية الفطيرة بقى كده هيبقى بالبلدي زي ما بيقولوا رقها مسكر مع السيلة كده فيها تعسيلة جميلة بس ينفعنا كلها مع الحلو ومع الحادق طب بقطها كده زي ما انتو شايفين زي الظرف وهلم الحروف بتاعته كده على بعضها وهرجعها كأنها كورة تاني وهركينها بقى على جنب واخد رقم اتنين الفطيرة اللي هي كانت اكبر من الاولى بشوية دي رقم اتنين عفرتها برضو كده بالدقيق وبنا الشابة وهفردها برضو يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما تتفرد معانا وتبقى جميلة زي ما انتو شايفين كده رؤياء خالص هاجي برضو اجيب المعجون الجميل دوت السمنة على الزيت على السكر البودرة على الدقيق وهدهم بقى كده الفطيرة دي هتخليها لي تورق وتبقى جميلة جدا جدا بعد بقى ما فردت بقى عليها كده المعجون السحر بتاعنا الجميل هاجيب الفطيرة رقم واحد بصوا بقى اول ما بادوس عليها بتعمل ازاي بتتفرد وبتبقى مدورة وجميلة قوي واجيب الحروف دي بقى كده اطويها عليها وعند كل حرف كده احط حتة من المعجون السحر بتاعنا بتاع الفرد اللي احنا عملناه دي الفطيرة رقم اتنين هنشلها بقى كده نحطها وهاجيب راش الدقيق تانية وجبت برضو العجينة رقم تلاتة اللي هي اكبر من رقم اتنين بشوية وحطيت فيها الفطيرة بتاعتي ماشاء الله ايه الجمال ده ينوص الله واجبر بصوا بقى كل ما ده بتكبر ازاي خلاص عطيت التراطيف بتاعتها عليها هشيل دي بقى كده هلا هبا ودي رقم اربعة الجميلة اهي عطناها كده يا سلام فردنا كده بقى بقى دي اكبر من التانيين كلهم هاجيب التلات فطير بتوعي اللي انا حطاهم جوة بعضهم بالراحة كده ونسمي الله ونحطهم في النص وغرق الاول والشها من السمنة زي ما انتو شايفين كده اول معجون السحر اللي احنا عملناه خلاص اخر فتفوتة هي كفة الفطيرة والحروف بتاعتها بقى كده نمطها العجينة طرية جدا وعملة زي الاستك زي ما انتو شايفين ما بتتقطعش ابدا ولا فتفوتة منها اتقطعت والفطيرة كلها ماشاء الله متغطية يعني اي حد فينا يقدر يعملها بمنتهى النظافة والسهولة خلاص بقى كده جبت الصينية بتاعتي حطيت فيها معلقة سمنة بلدي كده سيحتها وحطيتها فيها ولا يلمش كتير لان هي مش هتحتاج كتير ماشاء الله الفطيرة مغدومة وحلوة قوي زي ما انتو شايفين مليانة هوا من دلوقتي وحلوة قوي وجميلة وسهلة معايا وانا بدوس عليها كده وببطتها عشان تتفرد ماشاء الله طيعة جدا جدا خلاص فطرتنا جهزة اهم حاجة بقى لما نحطها في الفرن دي طبعا مش هتنفع العين البتجاز لان ماشاء الله محملة وكتيرة عشان قلبها بس يبقى مستوي ويبقى جميل انا فتحة الفرن دلوقتي سخن قوي على اعلى درجة حرارة الفطير بيحب النار تكون شديدة جدا جدا فاحنا هنحطها في الفرن مش هتكمل من 10 ل 15 دقيقة وهتبقى منفوخة وجميلة جدا شايفين من دلوقتي وهي مليانة هوا وعملة ازاي حلوة قوي وكمية الدسم فيها مش كتيرة تعتبر لان احنا مكملين كله مع بعضه بالمعجون الجميل اللي احنا عملناه خلاص بقى دخلتها الفرن بصوا اول ما دخلت على طول انا مش فتحة الشواية ولا اي حاجة انا حطاها على الشبكة في النص بس فتحة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة زي ما انتو شايفين بدأت تبقى كده مليانة بقليل كده والهوى مليها من جوة دي اول ما دخلت على طول بصوا بقى بعد ما عد حوالي 3-4 دقايق بصوا بقى اتعاملة ازاي ما شاء الله لان الفرن سخن جدا هتلاقوها دلوقتي بقى لونت وبقت جميلة انا مش هحتاج خالص ان انا افتح حتى الشواية هطلعها بقى على طول بعد ما هتستوي وزي ما انتو شايفين مليانة هوا لان احنا فردنا الطبقات حلوة قوي قوي وجميل جدا خلاص بقى كده انا هسيبها لحد ما تاخد اللون الدهبي الجميل انا مش قادرة استحمل حرارة الفرن بصراحة سخنة جدا جدا خلاص الفطيرة بتاعتنا ماشاء الله خلصت يا دوبك قعدت حوالي من 10 ل 15 دقيقة طبعا اهي جميلة يا سلام وشرب السمنة بتاعتها كلها حلوة قوي انا بس علشان تفضل طرية هغطيها بقى كده واسبها حوالي 5 دقايق وبعد كده رجع لها تاني علشان تبقى طرية والبخار بتاعها يكتمها وتبقى جميلة زي ما انتو شايفين ماشاء الله انا مش قادرة اشيلها الفطيرة تقيلة جدا وجميلة قوي يعني فعلا فعلا تكفي اسرة مش محتاجين بقى دلوقتي بقى الطرية هيو حلوة زي ما انتو شايفين انا هجيب برطمان العسل يعني جايبالها بقى مخصوص عسل وحتة جبنة لو عندنا مش يا سلام ولو عندنا عسل اسود وشوية طحينة هتبقى كده حاجة معتبرة وفخيمة فخيمة يعني يعني من 3 كبيات من الدقيق حاجات كده من حواضر البيت عملنا الفطيرة دي شوفوا بقى بنشتريها من بره بكام احنا حطينا حطة سامنة بلدي حلوة كده طعامة الفطيرة وحركة السكر البودرة اللي احنا حطناها مخليها رقها مسكر مش الحكاية بقى ان هي مسكرة فمش هينفعنا كلها بالجبنة لا دي دي كده حيئة وجميلة ومظبوطة قوي شايفين التوريقة بتاعتها طرية قلب الفطيرة طري جدا ومن بره كده فيها حركة كريزبي خفيفة حاجة كده حلوة قوي 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 طبعا انا مش عايز ااكل ولا اي حاجة انا بس عايز ااقطع كده عشان اوريكوا قد ايه هي دايبة دوبان وجميلة جدا يعني انا مش مستني حتى ان انا افتح الجبنة ولا افتح العسل ولا اي حاجة انا بالنسبة لي هي حيئة كده ومحيئة نفسها وهاخد واكل على طول يا سلام مورقة وحلوة انا هجيب المقص وهقص الفطيرة بتاعتي كده كذا حتة هعملها مسلسات زي البيتزا كده وهجيب بقى طبق فوم وشيلها فيه عشان كل ما بحب ااكل فطير يبقى سهل جدا ان انا اطلع حتة واحطها يضوبك في المايكروويف او في الفورن تفك وتبقى جميلة اوي وسخنة واكل على طول اهو هقطع بقى بالمقص زي ما انتو شايفين دايبة دوبان وكده تبقى جهزة يعني احنا ممكن نعمل كيلو دقيق مرة واحدة ونشيل على طول بقى ونخزن ونطلع منها بالطلب حاجة كده جميلة بألفة هنا وشفة ويرب دايما وصفاتنا اتعجبكم وتنردوكم اشتركوا في القناة